السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأتكلم عن حجم البي ام اس يتستخدمه من ضمتك كثير يسئلون يقولون لي مثلا عندي بطارية 300 امبير قد استخدمها البي ام اس واحد يقول لي عندي بطارية مثلا يعني 200 امبير قد استخدمها البي ام اس فهنا اخوان سأتكلم هذا الموضوع ليه الموضوع كلش مهم وكثير من الناس اللي ما تعرفوا البي ام اس يعتمد على فريغ وشحن اللي يهمنا احنا حاليا للبيت واكثر شيء اللي هو التفريغ انا مثلا بالبيت اسحب ما نقدر نقول 5 امبيرات فخمس امبيرات لازماني شنو يكون عندي البي ام اس اذا كان نظام ال 24 فولت فلازم اجيب اقل شيء يعني 50 امبير اما اذا سحبت 10 امبيرات فلازم اجيب 100 امبير هاي بالنسبة 24 امبير حدنا دائما 24 فولت حدى المية وجود ما ينصح تاخذ اكثر من المية لانا شوي صعب يكون زين لو فرضانا انا اسحب مثلا نقدر نقول 20 امبير 20 امبير استغل نظام 48 امبيرات اي سي كهرباء وطني 10 جوة 10 وجوة يصير نظام ال 24 اما فوق العشرة يصير 48 ويفضل دائما نظام 48 افضل ليش يكون دائما عمودة تتخلي فتبقي البي ام اس وقت عمودة البي ام اس اخذ راحته بالعمل ما يكون الشغل عليه 100% فتحديد البي ام اس يكون علما على التفريغاتك بالبيت على استهلاك بالبيت هاي بالدرجة الاولى وثاني شيء لازم يكون تنوازن مع البطارية يعني ما ممكن انت تاخذ بطارية 300 امبير وبي ام اس مرتك يشحن مثلا 50 امبير او 20 امبير يعني ليش يحصل عندك طويل ما كم مشكلة هو ممكن تخلي انت بي ام اس يسحب 10 امبير يشحن بطارية 300 امبير بالصناع ارادك تجد 30 ساعة يعني وقت طويل يصير عندك فما راح تستفادش متناسقة بين الشحن والتفريغ وكذلك بين الساعة بطارية وبين البي ام اس يعني بطارية 200 امبير اجيب بي ام اس 50 امبير جيد بطارية 300 امبير اجيب بي ام اس 75 بطارية 400 امبير اجيب بي ام اس 100 واذا اجيب 200 بعد افضل وافضل شي لا تشحم شحن زايد بالبطارية تشحن شحن سريع شحن سريع يدمر البطارية فهنا تختار البي ام اس اختارها حسب حجم الطاقة التي تستهلك انت وقدرة البطارية وخليها يكون دائما بالنص اذا انت عندك بطارية 200 امبير اجيب بي ام اس 100 واذا عندك 300 اجيب 150 واذا عندك مثلا 400 اجيب 200 وهكذا يعني هاي مهمة جدا يعني أخذ النص بالنسبة لقوة البيمس مع نص البطارية هذا موضوع اليوم يتكلم عن البطارية وعلى البيمس يعني كثير سلواني عليه فهس حاليا إذا تشتغل أنت على البيمس تفتيت شتغل البيمس تفتيت جيب بيمس تركبه عندك مثلا منظمتك البيت لو فرض أنت عندك بطارية 200 أمبير يفضل تجيب بيمس مثلا عندك تفريغ وشحن 100 والتفريغ يعتمد حسب شغلك إذا تحتاج أكثر ما عندك مشكلة لكن بالمئة أمبير يفضل دائما تاخد نص القدرة مع البيمس يعني نص التفريغ مثلا 100 أمبير تفريغ 100 شحن وبطارية 200 إذا صارت لك 300 تجيب 150 أمبير أو تجيب 100 هماك شكال يعني 100 و 150 يشترون عندك هنا وإذا كانت بطاريتك فرضا 400 تجيب مثلا يقدر نقول 100 أمبير أو 150 أو 200 هماك شكال 150 يكون أفضل شوية 200 يكون لا يعني يكون نصف البطارية فدائما نختار نصف قدرة البيمس نصف البطارية مثلا البطارية 400 أمبير أستخدم بيمس 200 أمبير يكون أفضل بس 150 يكون بعد أفضل أكثر راح تبرد ليش يعني ما يصير لود على البطارية بس وقت الشحن يصير عندك أطول هنا فأخذ المئة أمبير والمئة وخمسين والمئةين بالنسبة لأربعة مئة الـ 300 أمبير والمئة أمبير أخذها 50 أمبير شحن وتفريغ للمئة أمبير بطارية إذا أنت عندك نظام مثلا نقدر نقول الـ 24 يعني الـ 24 دائما يعني يكون 10 أمبيرات وجوه 48 وفوق وكل ما يكون بولتية البطارية من 48 وفوق يكون أفضل يعني ما ممكن أنت تكون عندك بطارية مثلا 600 أمبير وحط لها يعني بيعم 48 اللي يعني شوية صعبة تكون الـ 24 مثلا أمبير يعني الـ 48 توصل إلى حد مثلا 15 أمبير 20 أمبير يعني 25 هموشكال هو أكثر شوية قليل أما 600 أمبير مثلا بطارية وأكثر أكثر لا يتكون لازم البولتية ترفحها يعني لازم يستطيع عندك البولتية مع الإمبرتر مثلا 76 96 مثلا 130 عمودي يصير عندك شنوكفة تناسق ذلك أكثر لشركات لما تجمع البطاريات 48 تجمع مثلا 200 أمبير 48 فالـ 10 قطع تطلع 100 كيلوواط ما تجمع مثلا 600 أمبير بطارية أو 400 أمبير بطارية أو مثلا عندك 300 أمبير يخلون بطارية مثلا 200 أمبير على 10 قطع ويجمعوها الفولتية يرفعوها يسوها مثلا 200 عمودي يكون عندك تناسق وعندك حجم وعندك الصراحة بالنظام يعني اللي يستخدم مثلا 400 أمبير 600 أمبير على 48 أو على 24 فهي تعتبر الخطأ مصحي التصميم مصحي دائما يشوف شركة الصينية دائما المنظومات اللي توصل 100 كيلو 200 كيلو ما يخلو قطع واحدة بس كل 200 أمبير براك 200 أمبير راك ويجمعوها على 48 48 يجمعون وولتية يصر عندك كلها مثلا 300 400 على ضوء أنه يكون عندك نصف القدرة البطارية إذا البطارية عندك 200 أمبير تأخذ 500 أمبير وإذا كانت 400 200 وإذا كانت 150 والشحن والتفريغ هنا ما لعلاقة بالبطارية بطارية ما لعلاقة بالشحن التفريغ بمس ما يرتبط علاقته بالبطارية إلا بحالة وحدة بس لما وقت الشحن يقري يطول فقط اهلا بشي هذا وقت الشحن يطول عندك إذا طول عندك وقت الشحن مثلا تحتاج يقول أنا مو بس مهم يخلي شحن ب15 ساعة ما ممكن أخذ لك بطارية 200 أمبير ويضع 30 أمبير شحن 30 تفريغ ما كم مشكلة بس وقت الشحن هنا هو المسؤول على العملية أفضل طريقة حاليا اختار الوسط بالنسبة البطارية يعني إذا بطاريتك 300 يختار 150 أمبير لكن ركز على التفريغ مالتك يعني إذا تسحب 30 أمبير فأخذ التفريغ العالي يعني تفريغ مثلا 200 أمبير وشحن 100 مو مشكلة فالتفريغ يكون عندك هو أنت مهم للبيت التفريغ البطارية اللي تستفاد من البي أما شحن فخلي شحن براحته مش شميس شحن الكهرباء الوطنية ساعة ساعتين تلس ساعة أربعة ساعة مشكلة بس خلي يكون الشحن يعني مقارب ضمن رنج الكهرباء اللي انقطع عندك يعني مثلا مو يطول 7 ساعة الشحن لا خلي يكون يعني 4 ساعات للساعة 4 ذلك اختار الشحن حسب كهرباءك بس همشي التفريق عندك بذلك اخذ وسط دائما خير الامور اوسط خمسين امبير للمئة امبير ومئتين امبير تاخذ مئة امبير واذا تاخذ مئة وخمسين يكون افضل معكم مشكلة تحيات منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته